موسيقى هو طبعاً احنا كل سنة بنحتفل بيوم اليتيم في الأسبوع الأول من شهر إبريل يعني تقريباً كل سنة بنستضف ما بين ألف ألف ونص ساعة بتوصل لألفين بيبقى على مدار كذا يوم طبعاً ده دور النادي الأهلي ومجلس الإدارة وإدارة النادي حريصة على الدور المجتمعي بالإضافة للدور الرياضي فكل سنة هي حريصة أن تعمل اليوم ده للأيتام فاحنا تقريباً السنة دي مستقبلين حوالي 24 جمعية حوالي كل يوم 8 جمعيات بمعدل حوالي ما بين 500 إلى 550 طفل بس بنقدم لهم بقى يعني الحمد لله بيبقى فيه دي جي بنفتح لهم الملاعب بيبقى فيه واجبات طبعاً ليهم في طار وغدا فيه ساعات ناس بيتجيب من الأعضاء بيتجيب بسكوتات حاجات بتوزع عليهم بأيديهم بس فالأولاد بيبقى يوم يستنوا طبعاً من السنة للسنة بدي بقى فرحة لهم أنهما جايين النادي إحنا بنبقى مجهزين له طبعاً من قبلها بحوالي شهر أو شهرين والحمد لله كل الناس بتشترك فيه يعني محدش طبعاً بيمنع نفسه لأن الناس كلها بتبقى موجودة في اليوم ده وبتساعد كل واحد بيساعد بيقدر عليه سيان بقى مساعدة يعني نفسية بيلعبوا مع الأطفال بيبقوا مشتركين معهم أنهم بيوزعوا عليهم الحاجات بس فكله بيشترك يعني الحمد لله والله بالنسبة لي أنا ببقى حريصة جداً على أن أنا أقدم الجواب للنادي كل سنة بقى لي عشر سنين وبيوافقوا على حوالي ستين طفل الستين طفل دول ما بيبقوش أطفال مثلاً لوحدهم أو كده بيبقوا بالأمهات بتاعتهم لأن إحنا كجمعية بنرعى الأطفال دول بالأسر بتاعتهم مش أطفال بس 99% من الأسر دياً بيبقى الأب مش موجود يعني هما يتمى ولو الأب موجود في بعض الحالات عادةً بيبقى مريض مرض كبير يعني إحنا بصراحة بيجي لنا دعوات كتير جداً زي مبارح كان في ثلاث أماكن بس الأولاد من كتر المكان مريح بالنسبة لهم جداً وبقالهم عشر سنين هما بيجوا للنادي الأهل وبيشوفهم الاستقبال والحاجات الحلوة اللي بيقدموها لهم وأن المكان واسع قوي في الملاعب وفي بعض الأوقات بيجي لعيبة بيلعبوا معهم وتصوروا معاهم فبالنسبة له من نادي الأهلي ده من أجمل الأماكن اللي هما بيحبوا يروحوها كل سنة نحن لدينا أكثر من 15 سنة بنشارك كل يوم في يوم الاحتفال بيوم اليتيم ودايماً حرصين أن يكون النادي الأهلي من ضمن الجماعات أو الأماكن اللي بنشارك فيها أطفالنا وزمائنا وبنحتفل فيها بيوم اليتيم وكان يوم جميل جداً بيعجب الأولاد وبتبسطوا فيه ونقول للمجلس يدارة النادي الأهلي شكراً للاحتفال والاستمرارية في الاحتفال بيوم اليتيم بالنسبة لي أو بالنسبة للمشرفين يوم تطوع عمل خيري بأن نشارك في الأطفال فرحتهم وبنحاول نعوضهم ونحسسهم من إحنا معاهم ونحاول نعوضهم شوية لو جوزه صغير من مشاعر ونساعدهم ونخلي يوم سعيد يوم فرحة ونقول لهم إحنا موجودين معكم ومش نسيمكم اليوم جميل الصراحة مقدينه جميل والناس يعني هنا بيحترمون قوي ويخلوهم إحنا عايزنا نعمله وبنلعب وبنلعب في النوادي ويوم جميل يعني جينا النهاردة لعبنا كورة وأنا وصحابي والمستر بتاعنا كانوا وقف معنا وكننا وقفين بنلعب يعني عادي ده نادي الأهل يعني اللي فخرت به أهل هي والحمد الله أنا طبعا أشكر الكابتون محمد الخطيب على تعاونه معنا وعلى الحفل اللي هنا ويا ريت بس هو يا جنة عشان عايزين يشوفه بس عادي بقى وأشكر طبعا النادي والجمعية والأعضاء لأنهم عاملوا معنا شغل كبير الصراحة اشتركوا في القناة